السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم من درحمن وجايب لكم اليوم فيديو عن الأعراق باللعبة وأفضلها خصوصا مع كثرة الطرق للبناء الشخصية فلا تنسوا تشتركونا بالقناة وتعطونا الفيديو لايك وتكتبونا بالتعليقات شنو الشروحات اللي تابونها أنا اللعبة وأذكر إن عندنا قلد عربي باللعبة على السيرفر الأوروبي على الكمبيوتر واصلين حتى الآن 42 لاعب وأغلب اللاعبين هم مبتدين خلال الشهر اللي فات نجي للشخصيات الشخصيات تنقسم لثلاث أقسام ماجيكا اللي هم السحرة والهيلارات السامنا اللي هم المقاتلين والتانك اللي له دور ثاني باص فيه كل شخصية الأفضل لها أنها تخصص بالنقار الأساسية وإذا أخطأت بشيء تقدر تعيد النقار بسعاد رخيص جدا نجي للبناء الشخصية طبعا الشخصية عندك ميل ولا في ميل وعندك الالاينس التحالف مالك كل تحالف عنده ثلاث رئيسات ثلاث أعراق تقدر تختارها بينهم أنا أنصح بالإبن هارت باكت لأنه نبي نجمع ربعنا بنفس التحالف عشان البي بي بي راح نلعب مع بعض فالإبن هارت باكت هو اللي ننصح فيه والثلاث الموجودين هنا خصوصا أن الدارك الف موجود بينهم وهو من أفضل الرئيسات العراق حق الدمج عندك هنا تسعة والإمبريال وهو رئيسهم كلهم عندك الكلاسات أيضا في ستة كلاسات فكل كلاس يعتمد على دور مختلف مثلا التمبلار ممتاز كهيلر الوردن ممتاز كهيلر زينين بالدمج لكن الاسم مالهم دائما مرتبط مع الهيلر وخصوصا الدراق النايت مثلا مع التانك فإذا جيت بتبني شخصيتك عندك الأدوار هذه الدمج الأساسي حاليا ميعتمد على الكريت متاح في الفترة هذه كريتكل اللي هو الضربة الحاسمة فالناس يعتمدون على الضربة الحاسمة عشان شديد تجي تلقى القطاوة هم يعني من أفضل الكلاسات من ناحية الدمج لكن هذا ممكن يتغير في الفترة القادمة فالكلاس اللي ثابت اللي هو الدارك ألف لأنه دمجه ثابت سمنه ثابت ماجيكه ثابت فأرقامه فأنا بنسهل الوضع بشكل كبير أنا بنحط الشخصيات الثلاثة اللي تقدر تاخذهم على كل دور راح تلعب فيه فمثلا إذا تبتلعب بالتانك أنصح في الأرقونيان النورد ولا الإمبيريال النورد راح يكون أفضل من ناحية السمنة بالبي في بي إذا تبتلعب بي في بي كتانك بالبي في إي وكلاعب دمج في البي في بي والأرقونيان هو أفضل شخصية عندي لأن أنا عندي تعصب الاستحالي فتتوقع أنه يعني واضح أن الشخصية الرئيسية هي تتحلية ولعبها أكثر شي عندك الإمبيريال الإمبيريال يقدر يسوي كل شي لكن تحتاج أعتقد ديالسي عشان تفتحها فإذا ما تقدر اختار أمن نورد إذا تبتصير تانك لأي كلاس من الكلاسات هذه لكن إذا تبت تختار دراغون نايت أنصحك أنك تكون اللي هو الأرقونيان وحيصلح بشكل أفضل هذا التانك الهيلر الهيلرات عندك طبعا البريتن وعندك الأرقونيان وأيضا الخجيط يقدر يصير هيلر بشكل جيد الهي ألف يكون وراءهم وهو الدارك ألف لأنه عندهم سبل دامج وعندهم ماكس ماجيكا وهذا رح يرفع قدرتهم على العلاج الأفضل يعني بينهم يعتمد مرة ثانية على المكان التبيع الأرقونيان نرجع ونقول عنده قدرة على أنه يزيد الهيلينغ دن فيقدر يعالج ربعة زيادة ستة بالمئة زيادة البريتن رح يكون عنده قدرة على الحفاظ على الماجيكا بشكل مستمر القطوة كنيكرو مانسر في البي في بي ممتازة لأنه تعتمد على الكريتكالهيلينغ يعني تقدر توصل لعشرة بالمئة وتفولك لإمية بالمئة بالمئة بطاقة واحدة لكن هذا دور هيلر بالبي في بي مع قروب مع رادي قروب راح يكون شوي نادر فبالبداية نرجع ونقول الأرقونيان خصوصا إذا بتصير مع الحمر وما عندك الارقونيان كهيلر وكتانك دورهم جيد جدا الجدير بالذكر أنه شخصية الرئيسية تانك في البي في اي في السولو إذا قاعد ألعب سولو ألعبها السامنة إذا قاعد ألعب بي في بي ألعبها ماجيكا فتقدر تسوي كل شي تابيه ومرات خليته هي الأربعة فاختار الرول اللي تابيه الدامج خليته آخر شي لأنه يعني سهل جدا الدامج حاليا يعتمد على الكريتكال دامج نحتاج الخجيت راح يكون من أفضل الشخصيات أيضا عندك الارك حق السامنة أما الدارك ألف يقدر يسويهم تنتينهم خلو بنفس مستوى الاتنين وعنده ماجيكا وعنده سامنة يعني اش تابيه بعد فأفضل الشخصيات يعني راح يكون الدارك ألف تقدر تختار الدارك ألف كنايت بلايد كتمبلار كالأدوار اللي تابيها يعني ووردن يقدر يصير يعني كل شي يقدر يسوي فإذا تابي تصير دامج أخذ دارك ألف طف مخك ما تدري والله راح أقاتل بعدين بعصاية ولا بصير بالقوس والسيف لا اخذ دارك ألف معرف يعطيك ماجيكا يعطيك سامنة يعطيك سبل دامج ويعطيك وبن دامج يعني تابي تلعب يمين ولا يصعو كيفك أنت تسوي شخصيتك بالطريقة اللي تابيها ولأنه ياخذ عنده ماجيكا وعنده سامنة زيادة يقدر يلعب كتانك ولأنه عنده سبل دامج زيادة يقدر يصير هيلر فإيه الشخصية المثالية هو الرئيس المثالي حاليا أنه يقدر يغطي كل شي فإذا جيت حق مسألة الكلاس اللي تابيه نحن تكلمنا عن الرئيسات أفضل الرئيسات دارك ألف كدمج كماجيكا دامج وكستامنة دامج هذا يعني كريتيكال دامج فتعتمد أنه يتحتاج أنك ترفع الشامبيون لفل بعدين المرحلة كبيرة عشان يقدر يفرق الأورك الأورك زين الأورك زين بالبي في بي خصوصا قوي لكن يبقى عنده دور الدامج يعني حاليا عنده سرعة والله الأورك ممتاز الأورك ممتاز إذا تبتلع باستامنة ونفس مرحلة الدار كيلف يعني متقاضم مع الدار كيلف فهني الرئيسات عندك الثلاثة هذولة حق الدامج إذا جيت تبتصير هيلر عندك الثلاثة هذولة وإذا تبتصير تانك عندك الثلاثة هذولة تمام واضحة الحين يجي حق الشغلة الثانية الكلاسات الدراغون نايت يمتاز كتانك أقوى دور له كتانك الأدوار الثانية له كدمج زينة مو ضعيفة زينة تبتلعب كتنين تاخد دراغون عنده ماجيكة وعنده استامنة ويقدر يدمج مو بعيد يعني عن الناس الثانين لكن الناس ما يستخدمونه بكثرة لأن قدرة الرئيسية تكون على البي في بي فالماجيكة دراغون نايت بالبي في بي قوي يخرج الاستامنة بعد قوي يعني مو سهل فعشان شذي الدراغون نايت أنصح فيه زين إذا تبتلعب كتانك وإذا تبتلعب كدمج زينة السورسلر يلعب بعد بالأدوار نفسها الدراغون نايت وهو اللي راح يستخدم حركات النار كثير شي السورسلر راح يستخدم حركات الكهرباء هذا راح يستخدم حركات الماجيك زين اسمها ماجيك بس عند مجا ماجيك وهذا راح يدمج بين الماجيك ويدمج بين النار وهذا طبعا حركات الثلج اللي هو الوردن وهذا يستدعي الموتين ميكرو مانسر فالسورسلر يصلح كهيلر يصلح كتانك يصلح كدمج لكن مرحلة أقل من الثانين إلا الدمج الدمج عالي فلو نايت بلايد دارك الف نايت بلايد عندنا منها كل ما سألونا الناس يقولون شون الشخصية اللي نقدر نسويها شون الفضل الشخصية نسويها دايما نقول لهم دارك الف نايت بلايد تجي تلقى الرابع كلهم سوين دارك الف نايت بلايد فعندنا كثرة منها لدرجة أنه ما عندنا هيلارات وما عندنا تانكات في الگلد فإذا تبت سويلك شخصية من الآن يقول لك سويلك أرغونيون وتمبلار زين نبي هيلر ولا نبي أرغونيون بعد دراج النايت عشان نصير تانك هيلر ولا تانك نحتاج تانكات وهيلارات في الگلد النايت بلايد إذا تبت تصير دمج دارك الف نايت بلايد هو يعني من أقوى الشخصيات من حيث الدمج ستامينة ولا ماجيكا كل اللي تبيه شن تبيه موجود معرفت التمبلار راح يكون هيلر ودمج أيضا يقدر تصير هيلر ودمج التانك أضعف من الثانين الووردن يقدر تسوي كل الأدوار بشكل يعني يقدر تسوي كل الأدوار بدون صعوبة والنكرومانسر طبعا هو حاليا أقوى شخصية من ناحية الدمج وهذا لكن هذا لأن الشخصية للحين تقدر لازم تشتريها بفلوس إذا نزلت رسمي باللعبة راح تكون يعني إذا نزلت أساسية في اللعبة أكيد أنها راح تضعفها شوي هذا الهدف يعني من اللعبة الشرح البناء الشخصية الأمور هذي ما تهم تحطي شخصيتك اللي تبيها أعرف أنك إذا كنت سحلية وخطيت البستيرير دايمينشن نزلته يطول في الديل ويكبر فإذا تبي الديل يصير عريض والصغير لتقدر ترفعها فالحين أعطيك هذا بلد عشان تقدر تسويه أول بلد راح نقول عنه اللي هو الارغونين تيمبلار راح يكون هذا الهيلر إذا تبتلعب هيلر تقدر تأخذ البلد هذا إذا تبتلعب كتانك راح ننصح بالارغونين دراغون نايت إذا تبتلعب كدمج ديلر راح ننصحك بالدارك الف نايت بلايد دارك الف سورسرر والدارك الف تيمبلار هذول الثلاثة إذا تبتلعب كما يجي كدمج راح ننصحك أيضا يعني بالدارك الف كلهم يقدر تسويهم ثلاثتهم وحتى بعد البي في بي فعشان نخلصكم خليك دارك الف واختار واحد من هذوله سوي 6 شخصيات من كل لون واختار المهارات اللي تبيها واللي تناسبك لأن حاليا يعني هو قوي ريس بدون منازع فكل الكلاسات يعني قروا نسوون جميع الأدوار وتقدر تختار عاد الريس والكلاس اللي ناسبك لكن اللي أنصح فيه اللي قلتهم أما أرغونيان هيلر ولا تانك أو دارك الف دمج إذا تبتلعب بالبي في بي كستامنا دمج تأخذ النور وهذه النقطة اللي بوق فيها الفيديو أتمنى أني قدرت أشرحها الرئيسات والبلدات بشكل يعني واضح وإذا عندكم ما يسل كتبوا لنهني ولا تنسون تشاركونا بالقناة وتعطونا الفيديو لايك أشكركم على المتابعة وإن شاء الله نشرككم بالفيديوهات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته